صباح عيد زميل النسئين والصباح خير يا زميل مجحم والصباح خير لكل مشاهدين في هذه الناس الاردني في هذا الصباح الطيب من صباحات الوطن تحية صباحية مملؤ بالمحبة للجميع بدن الله تعالى صباح خير مملؤ بالمحبة للجميع بدن الله تعالى صباح خير مرة ثانية المباشر وأيضا من جدة صباحنا على ضيفك الكريم داخل استوديوهات إذاعة أمن أف إم فننقل لك الحديث والمايك بشكل مباشر علي بك صباح سعيد مرة ثانية وأهلا وسهلا بكم طبعا خلينا ننتقل مباشرة نرحب بضيفنا المقدم محمود النعامنة وهو رئيس السلم المجتمعي رئيس مركز السلم المجتمعي الأمن الوقائي في مدرية الأمن العام مقدم محمود صباح الخير وتحياتنا لك صباح الخير أخي العزيز صباح الخير لإذاعة أمن أفأم والتلفزيون الأردني صباح الخير لمساهدين ومستمعين الكرام على عقد هذه اللقاءات لتبيان لمشاهدين الكرام لما هو جديد ولما هو موجود تعريفا وتجسيدا وتأصيلا وتحليلا نعم مقدم محمود حقيقة مدرية الأمن العام تتنبه دائما وتنبهت من خلال المرونة في الطرح ومن خلال المرونة في الفكر والتطوير موضوع الفكر المتطرف وبالتالي تم تأسيس مركز السلم المجتمعي لمواجهة هذا الفكر من ناحية التوعية ومن ناحية مواجهة الأشخاص الذين قد يكونوا قد دخلوا في هذا الفكر المتطرف نتحدث أول شيء عن تأسيس المركز في الحقيقة انبثقت فكرة إنشاء مركز السلم المجتمعي كأحد مشاريع الخطة الاستراتيجية لمديرية الأمن العام في مكافحة الفكر المتطرف كان المبرر لتبني هذا المشروع إيجاد وحدة مركزية توحد الجهود الموجهة لمكافحة هذا الفكر وتكرس مفهوم المؤسسية في التوعية والوقاية والعلاج من أخطار هذا الفكر أساس عمل اعتماد التشاركية وفتح قنوات الاتصال والتواصل مع المجتمع المحلي في بناء فكر وسطي معتدل على المستوى الوطني في جميع خطتنا في جميع استراتيجياتنا في جميع برامجنا نتكلم عن التشاركية نقول نشارك وسنشارك نحن على تواصل مستمر مع جميع فئات المجتمع من أجل إنجاح أهداف وواجبات هذا المركز نعم مقدم حمود الآن أكيد في أهداف وضعت لهذا المركز أهداف سواء داخلية أهداف قائمة على الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي أو الشراكة الخارجية خلنا نحكي أول شيء عن أهداف هذا المركز إذا سمحت فيما يتعلق بأهداف المركز تتضمن مكافحة التطرف بكافة صوره وأشكاله وتحصين المجتمع من أخطاره وتأثيراته نشر الفكر الوسط المعتدل الذي يتوافق مع المفاهيم الشرعية الصحيعة المستندة على غرس القيم الدينية والأخلاقية والتربوية تحصين الفئات المستهدفة إلكترونيا البقاء بصورة تطورات وانتشار الفكر المتطرف على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي ووضع الخطط الكفيلة بالقضاء عليه مع شركائنا المحليين والدوليين بناء قاعدة مجتمعية تنبذ التطرف من خلال شبكات تعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي والهيئات الدولية أيضاً فيما يتعلق به الواجبات من أهمها التعميق بفهوم المواطنة كمصدر الحقوق والواجبات في مكافحة هذا الفكر أيضاً الاطلاع على التوصيات التي تصدر على المجالس المحلية في المراكز الأمنية وتبني ومتابعة ما يسهم منها في تحقيق أهداف هذا المركز أيضاً هناك تركيز على فئة مهمة في المجتمع ألا وهي الشباب من أهم مواجبات مركز سلم المجتمعي إعداد خطط مبرمجة ممنهجة مخصصة لفئة الشباب التي تعتبر من أهم محاور الأسرة التي تعتبر من أهم نواة المجتمع نعم كمان هناك رسالة لمركز السلم المجتمعي محمود بيكاني قائمة على زي ما قلنا العلاقة والتشاركية دعنا نحكي أولاً عن الرؤية والرسالة وبعدها نحكي عن الفئات التي تستهدفوها أنتم من خلال المركز شكراً جزيلاً فيما يتعلق برؤية المركز هي بناء مجتمع ذو فكر وسطي معتدل خالي من الفكر المتطرف عندنا متناول للخطط الاستراتيجيات البرامج مع شركائنا مع فريق العمل نتكلم بهذه العبارة يجب أن نصل إلى هذه العبارة في نهاية كل عام عندما ننفذ خططنا نرى ونجلس مع فريق العمل لدينا ومع شركائنا أين وصلنا من هذه الرؤية فيما يتعلق بالرسالة ألا وهي تحقيق السلم الاجتماعي من خلال التسامح والتعايش والإسهام في جهود الوقاية من الأفكار المتطرفة وإصلاح الفئات التي وقعت بها من خلال برامج متخصصة نعم موضوع آخر مقدم محمود الآن في شراكة ومدرية الأمن العام دائماً في استراتيجيتها هناك شراكة مؤسسية مع المؤسسات المجتمع المحلي مع المواطنين الآن أنتم كمركز للسلم المجتمع في الأمن الوقائي الشراكة مع المؤسسات المحلية ونتحدث عن الشراكة خارجية كمان إذا سمحت شكراً جزيلاً في الحقيقة لدينا تعاون مع المؤسسات المحلية تعاون مكثف من أجل تعزيز مكافحة الفكر التكفيري المتطرف وأيضاً من أجل ترسيخ القيم الفاضلة لدى الجميع تعاوننا مع المؤسسات المحلية في الوزرات المختلفة الجامعات وسائل الإعلام المجلس الوطني شؤون الأسرة مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية نحن سنتواصل مع جميع الفئات لأننا نتكلم عن أساس عمله ألا وهو التشاركية أيضاً هناك تشارك مع الهيئات الدولية فيما يتعلق ببعض السفارات المنظمة الدولية الإصلاح الجنائي المنظمة اليونسوف اليونسكو اليون دي بي من أجل تقديم الدعم وتقديم الخبرات الفنية ومن أجل تبادل الخبرات فيما يتعلق بمكافحة الفكر التكفيري المتطرف نعم كمان الآن أكيد كمركز للسلم المجتمعي بدأ بنواه والآن هو مركز في تطلعات مستقبلية مقدم محمود يعني إلى وين ممكن بفكرك مركز سلم مجتمعي إلى أين أن نصل شكراً شكراً جزيلاً نعود من حيث بدأنا إلى الرؤية ألا وهي بناء مجتمع ذو فكر وسطي معتدل خالي من الفكر المتطرف تطلعاتنا بأن تكون الإنجازات ومخرجات مركز السلم وبجهود العاملين به من أنجح المراكز الإقليمية في مجال تنسيق الجهود في مكافحة الفكر المتطرف هذا ما نسعى إليه الرؤية إلى أين سنصلها ما هي الخطط التي تلزمنا في هذا المجال هناك هناك رؤية في المستقبل وهناك برامج بأن يكون هناك مركز رعاية لاحقة يرتبط بمركز السلم المجتمعي هذا المركز يرتبط في المبنى والمعنى من أجل أن يكون هناك رعاية لاحقة للأشخاص المتطرفين الذين يعدلوا عن هذا الفكر في رعاية بجميع البرامج التي تفيد في عادتهم إلى جادة الصواب وأيضا المحتملين عن طريق التشاور مع الأسرة عن طريق حوارات فكرية تجمع هذا الشخص المحتمل مع الأسرة في جلسات حوارية ترفيهية ودية أيضا بوجود الأسرة التي تعاونت معنا في هذا المجال نعم نتحدث نوقف عند الرعاية اللاحقة مقدم محمود يعني الآن بعدما يتم التحاور مع الشخص وتعديل السلوك ونحو جادة الصواب وتغيير الفكر المتطرب بفكر تنويري الآن بعدما يتغير هذا الفكر وهذا السلوك المقصود بالرعاية اللاحقة أنه يتظلوا متابعين معه علاقتكم مع أسرة هذا الشخص مع مجتمعه المحلي كيف تكون الرعاية اللاحقة شكرا جزيلا نعود إلى بداية ونقول التشاركية الشخص الذي يعدل لا نتركه نبقى على تواصل معه حتى نتأكد وحتى نتواصل وحتى نتشاور دائما بالفكر المعتدل الذي يواجه الفكر المتطرف نعم موضوع كمان المواقع التواصل الاجتماعي وهذه جزء من النوافذ اللي بدخل من خلالها أصحاب الفكر المتطرف لعنصر الشباب فبحاجة للتوعين اتحدث عن الدور التوعوي اللي بتقوموا فيه انتو كمركز سلم مجتمع في الأمن اللقائي شكرا جزيلا عندما ذكرت أهداف المركز في البداية قلت تحصين الفئات المستهدفة إلكترونيا وأعني بذلك تحصينهم من موضوع التجنيد الإلكتروني التي تتبع بعض التنظيمات المتطرفة في تجنيد الأشخاص الذين يغرر بهم بفكر ظال عبر هذه المواقع هناك توعية هناك تثقيف مستمر سنبقى نتواصل مع الشباب والشباب لن ننسهم في جميع برامجنا في جميع استراتيجيات متحدثت مقدم حمود عن الجامعات هل لكم محاضرات توعية لطلاب الجامعات بشكل دائم مؤسسات المجتمع المواقع الجمعيات نتحدث كما عن هذا الدور التوعوي وهو جزء من الدور التي تقوموا فيه شكرا جزيلا فيما يتعلق ببرنامجنا التوعي والتحصيني نتكلم عن الإحصائيات بلغ عدد المستفيدين من المجتمع المحلي بمحاضرات التثقيف والتوعية والتحصين 22.368 مستفيد وأيضا بموجب تحصين القوة العسكرية بلغ 18.118 فكان عدد المستفيدين من هذه البرامج التوعية والتثقيفي بالرغم من حداثة عمر هذا المركز 40.486 مستفيد ولا نقف عند هذا الحد لا يجب أن نرتقي إلى الرؤية وإلى الرقم والإحصائيات التي تليق بها إن شاء الله يعني هذه الأرقام فقط المواجهة بشكل مباشر بينكم بين المحاضرين للطلاب اللي بتلقوا المحاضرات لكن على مواقع التواصل الاجتماعي على أكثر من جبهة أنتم مشغلين بأكثر من هذا العدل بكثير أكيد يعني نعم هناك موقع إلكتروني خاص بمركز السلم المجتمعي نقوم عن طريقه ببث الرسائل الإلكترونية الخاصة بمكافحة الفكر المتطرف وأيضا هناك تعزيز علاقات تعاون مع المواقع الإلكترونية الأخرى في نشر الرسائل الخاصة بمكافحة هذا الفكر التكفيري الضال وحنا كمان في أمن أف إم عندنا برامج متخصصة كيف هذا هو الإسلام كيف السبيل وعندنا رسائل قصيرة تبث على مدار الساعة من خلال البرامج لتخدم ذات الإطار بالتنسيق معكم أكيد مقدم محمود بدنا كلمة أخيرة من خلالك لكل من يسمعنا في هذا الجانب شكرا جزيلا في الحقيقة سأتكلم عن عنوان عمل المركز بمأننا نتكلم عن مكافحة فكر فنقول بأن الفكر لا يواجه إلا بالفكر في جميع خطتنا يجب أن نفكر في هذا العنوان وإن شاء الله سنسل إليه بجميع خطتنا مع شركائنا الاستراتيجيين المحليين والدوليين نعم نحن في الختام نشكر حضرتك المقدم محمود النعامنة رئيس مركز السلم المجتمعي الأمن الوقائي في مديرية الأمن العام على حضورك وعلى هذه الرسالة تحياتنا لك وشكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم مستمعنا الكرام وشكرا لمشاهدين في التلفزيون الأردني في هذه النافذة الصباحية تحية محبة لكم جميعا وعودة إلى الزملاء مجحم ونسرين وكل مشاهدين في التلفزيون الأردني مع التحية والتقدير والاحترام صباحكم سعيد